استقبل سموه شيخ خالد بن حمد آل خليفة نائب الأول رئيس المجلس الأعلى لشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة بمكتب سموه بقصر الوادي سعادة السيد ألفونسو أفير سفير جمهورية الفلبين الصديقة لدى المملكة وبحث سموه مع السفير سبل دعم التعاون بين البلدين الصديقين على المستوى الرياضي وبخاصة على صعيد رياضة فنون القتال المختلطة بما يدفعها نحو مزيد من الانتشار على المستوى القاري مستعرضا سموه التجربة البحرينية في لعبة فنون القتال المختلطة وما حققته من نتائج وإنجازات كما واستعرض سموه مع السفير النجاحات التي حققتها بطولة القتال الشجاع والتي انطلقت من العاصمة المنامة لتجوب مدن وعواصم بلدان العالم لتحقيق الأهداف العالمية التي رسمها سموه من خلال هذه البطولة وقد أشاد سموه بالخطوات الواضحة التي اتخذتها جمهورية الفلبين في دعم وتشجيع الرياضيين على ممارسة هذا النوع من الرياضات والذي كان له الأثر الواضح في ظهور لاعبين محترفين ينافسون على مستوى بطولات عالمية من جانبه أكد سعادة السيد الفونسو آيفير سفير جمهورية الفلبين أن بلاده تبحث عن تعزيز أطر التعاون المشترك مع مملكة البحرين مثمنا جهود سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة في رعاية ودعم القطاع الشبابي والرياضي في البحرين متمنيا في الوقت ذاته للبحرين وشعبها مزيدا من الرقي والتقدم والازدهار في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى أيده الله